اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهيا ونجوم لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بالفيديو الجديد ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو كما نحن على وشك انتهاء عام 2019 بحلوه ومره وننتظر عام جديد ربما يكون افضل من هذا العام الكمية يتطلع على توقعات 2020 هل سيكون عام 2020 افضل من عام 2019؟ وما هي ابرز التوقعات والاحداث التي ينتظرها كل برج من الابراغ؟ في هذا الفيديو مقدم لكم لمحة عامة عن توقعات برج الكوس لعام 2020 على شدة الاسعادة فتابعوا معي هذا الفيديو عزيزي الكوس انت لم تشعر بحزوز الكوكب المشترى منذ عام 2019 وقد عنايت الكسير من الصعوبات وشهدت حزوزا سيئة في العام الماضي جراء دخول كوكب زحر مع المشترى من مؤثر سلبا على حزوز المشترى فعنايت من الكسير من الامور السلبية التي كانت حاجزا امام نجحاتك على الصعيد المالي وعنايت الكسير من كلة الموارد المالية حان الوقت ايها الكوس لتتنفس الصداء اخيرا ستحقق ما كنت تسبو اليه من احلام واهداف فدخول كوكب المشترى الى برجك وتواجده في بيت المال وايضا دخول كوكب بلوتو سيعززان مع وضعك المهني والمالي فكل هذه الصعوبات التي مررت بها ستزول من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية عام 2020 تشهد ايها الكوس فرصا جديدة على الصعيد المهني فتنهار عليك المكاسب المادية وتحقق نجاحا في دمج اساليب جديدة في العمل فعام 2020 عام دخول مشاريع جديدة ناجحة وإيجاد حلول جزرية لديوم كانت متراقمة سيقدم لك القدر مكافآت عديدة وبطلق مختلفة أهمها سيعنو شأنك هذا العام فينزل الناس اليك كقيمة عالية وسمن غالي وإذا كنت قد أرسلت بطلب العمل في العام الماضي ولم يلتفت لك أحد ستجعلهم هذا العام يبحثون عنك طلبا للعمل معهم تحصل على حلول ميسرة للتخلص من دين متراقمة فتتخلص منها وتجد الطريق سالك أمامك لكي تعمل ما يحل لك وتنعم طوال الوقت بمحبة الآخرين حولك ودعمهم لك بالوقوف بجانبك في الأيام الصعبة ستكون أيها الكوس نجم هذا العام إن المعروف الأكبر الذي سيقدمه لك المشترة هو إبطال مفعول كوكب زحر من خلال إزالة جميع العرقيل والصعوبات التي واجهتك ستكون أيها الكوس معفي من تأثيرات كوكب زحر التي أهلكت كواك في السنوات السابقة وتتخلص من جميع العقوبات والصعوبات التي عميت منها تلمس المحاسن الكبرى للمشترة في بيتك المالي في طيلة عام 2020 هذا العام هو عام التقدم العملي والمالي بالنسبة لبرج الكوس كوكب أورانوس يشير إلى بعض التغيرات في الصحة مما يجعلك تعيد النظر وضعك الصحي وتهتم به كما وسوف تشهد بعض التوتر على الصعيد المهني ولكن سرعان ما تزول في أواخر عام 2020 وأكبر فائدة لتواجد كوكب أورانوس في بردك هو جعلك متأني في اتخاذ القرارات التي كنت متسرعا بها فأورانوس سيجعلك تتروى في اتخاذ القرارات وبالطريقة الصحيحة والمدروسة فتشعر بالمسئولية بطريقة أفضل هذا العام كوكب زحل يترك باب المال في مارس 2020 وتكسر مسئولياتك كن على حذر من الوقوع بمشكلات عائلية وكذلك تجنب الطيش وكن على وعي من تأثيرات زحل على برجك والحسن الحظ أن تواجد المشترى في بيتك المادي له تأثيرات إيجابية ليخفف عنك الكثير من تأثيرات زحل ويدعمك بالتفكير الصحيح ويعزل ثقتك بنفسك كوكب نبتون ما زال متواجدا في برجك وسيبكى مستمرا وهذا البرج له تأثير على حياتك الشخصية فيحيط حياتك الشخصية بالإرباك والتوتر فهو يعمل بخفية تجعلك لا تشعر بتأثيراته على المدى القصير ولكن على المدى البعيد تشعر بتأثيراته فيصلت الدوء على المنزل والعائلة من الممكن أن تفكر بالانتقال إلى بيت آخر أو الهجرة لأنك غير قادر على اتخاذ كرارك النهائي فتظهر التوترات على الصعيد العائلي كن على حذر في هذه الفترة لسيما عند دخول كوكب المليخ والآن نتعرف معا كيف سينهي برج الكوس عام 2019 في نهاية عام 2019 وتحديدا في شهر ديسمبل أنت ضمن الأبراج الخمسة الأولى المتربعة على عرش الحزوز في عام 2020 وهذه الأبراج هي العزراء والحوت والجوزاء والجذي والكوس قد تشهد أيها الكوس فرصا جديدة على السعيد المهني مما يدر عليك مكاسب مادية وتحقق نجاحا كبيرا قد ترغب في توصيل ودمج أسليد جديدة في العمل وستجد حلولا جذرية لديون كانت مترقمة سيقدم لك القدر مكافآت عديدة وقد تحصل على حلول ميسرة للتخلص من ديون مترقمة وتجد الطريق سالكة أمامك لكي تعمل ما يحل لك وتنعم طوال الوقت بمحبة الآخرين حولك وتعمهم لك بالوقوف أمامك في الأيام الصعبة وإليكم حقائق مسيرة حول برج الكوس الكوس غذبا مبتسم مباشر يقول ما في قلبه يضحك ويقبل الآخرين الكوس ينظر للصورة الكبيرة ويكره ملاحقة التفاصيل الكوس يعرف أن هناك شيء ما مخبأ عنه حتى لو حاولنا إخفاء ذلك الكوس يقدم لك المشهورة في الوقت المناسب وكأنه ملاكك الحارس الكوس لا يستطيع إخفاء غيرته يقف الكوس على نصية الحلم ويقاتل الكوس صعب المنال ولكنه يستحق العناء الكوس رغم وضوحه يحب أن يكون لغزا لغيره الكوس قوي فرغم الألام يحتفظ بتلك الإبتسامة التي تحدثنا عنها في أول الفيديو الكوس يتصرف برعونة عندما يكون مع من يحبهم والأصدقاء أما أهم ما يميز موضوط برغ الكوس فيتميز بطبيعة نارية فهو سريع الغضب ولكن سرعا ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات صاحب لسان صليت فهو يصيب السهم دائما ولا يخطئ أبدا أي أن كلامه جريء وصريح وقد يجرح الشخص بسهولة ما يتميز الكوس بقدرته على المدواة ومعالجة الجروح تاركا الأثر الطيب في نفس الشخص الآخر لذا عليك عدم استبزازه إطلاقا فرج الكوس يتمتع بعطفة متوقدة متوهجة وهو من أقصر الأشخاص عطفية وحنانا ورقة يعشق الأجواء الرومانسية والخيلية والمغامرات وتجذبه أجواء المطر والدباب والشتاء كما أنه يعشق السفر والرحلات وركوب الدراجات وتسلق الجبال والمغامرات وهو من أصحاب القلوب القوية التي تلمي بنفسها بالمغامرة دون خوف يتميز برج الكوس بالكرم إلى حد كبير إذ يحب الإسراف ولا يبخل على نفسه ومساله المتبع إسرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب يعتبر برج الكوس من أروع الأبراج على الإطلاق في الحب حيث حبه نادر الوجود وأقرب إلى المثالية فعندما يقع برج الكوس في العشق يحيط الشريك بهالة من نور ويحافظ عليه مدى الحياة ويقدم برج الكوس لشريكه كل ما بإمكانه ولو كان باستطاعته أن يهب الدنيا على طبق من ذهب لشريكه لفعل ذلك بكل سرور مولود برج الكوس تميزه البراءة الدائمة مهما كبر في العمر وفي أعماقه طفل صغير يحب الانطلاق بلا حدود وهذه الميزة تجعله يحمل بين أضلاق أطيب القلوب وأصدقها وأنقاها على الإطلاق فهو عفوي لتعبيراته وكلامه وتسالفاته فتراه يعبر عن ما يدود بزهنه بكل عفوية وبراءة بدون تخطيط مسبق يتعرض صاحب برج الكوس إلى خيبات كثيرة قد تسبب له بعض المتاهب تحياته الشخصية جراء صدقه وثقة في الآخرين ولكن سرعان ما يستجمع قواه هذا البرج لا يعرف اليأس أبدا بل يستمد القوة من كل ما يحدث معه من معوقات وعرقين بدئا صفحة جديدة وبكل تخطيط وبعزم قوي يتميز برج الكوس في الحياة المهنية بشخصية قيادية ويحب أن ينجز عمله على أكمل وجه لا يحب التقهيد بالوقت ويقره الروسين وعدم التقدم في العمل وهو تموح لأكثر حدود ويسعى دائما إلى تدور ذاته عندما يقدم صاحب برج الكوس على الزواج يكون زوجا رائعا وأبا حنونا لأطفاله فهو يخاف على بيته ويتحمل المسئوليات يسعى جاهدا لتوفير جميع الصبر الراحة لزوجته وأطفاله شكرا للمشاهدة شكرا لدعمكم من التواصل لأحكم بهم الفطول وفي زوج تعملوا لايكو شير وتقووا رأيكو في كومنت وإستانياتكم دايما في القناة نتشاهدوا كل جديد شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة